بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا رح نتحدث اليوم عن فوائد وأضرار البقدونس فقد وردت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وخاصة أضرار الاكثار من تناول البقدونس الكثير مننا يعلم أن البقدونس يوفر مجموعة من الفوائد الصحية إلى جانب إضافته إلى وجبات الطعام لتحسين النكهة أو تزيين الأطباق فإنه يساعد على الوقاية من السرطان والسكر وضعف العظام ويفيد البقدونس أيضا في علاج العديد من المشاكل الصحية ومن أهمها التهابات المسالك البولية حصل كلا التصدعات أو الشقوق الجلدية مشاكل الجهاز الهضمي الكدمات والأورام لدغات الحشرات والربو مشاكل الحيض واضطرابات الكبد والسعاد واحتباس السوائل والتورم ولكن ما هي أضرار البقدونس إذا ما تم تناوله بكثرة؟ يعد البقدونس آمنا بالنسبة لمعظم البالغين عندما يؤخذ عن طريق الفم مع الطعام أو كدواء على المدى القصير بالكميات المعتادة ومن الخطأ استهلاك كميات كبيرة جدا من البقدونس لأن هذا يمكن أن يسبب آثار جانبية أخرى مثل فقر الدم رغم أنهم نعرف أنه إحنا البقدونس علاج لفقر الدم دائما ينصح مرضى فقر الدم أن يأخذوا البقدونس لكن الإكثار منه يضرب أيضا مشاكل في الكبد أو الكلا وثمت حالات معينة يجب فيها أخذ الحيطة والحذر عند تناول البقدونس مثل الحمل والرضاعة الطبيعية الإكثار من البقدونس يسبب الإجهاد وبدء تدفق الطنف لذا يعد تناوله عن طريق الفم بكميات كبيرة غير صحي أثناء الحمل وبالتالي يجب على الحامل استهلاك كمية البقدونس المعتادة في الغذاء وخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل حيث يزيد من خطر حدوث عيوب خلقية خطيرة أما في فترة الرضاعة الطبيعية فمن الأفضل عدم استهلاك البقدونس بكميات أكثر من المعتادة أيضا أخذ الحيطة والحذر عند تناول البقدونس عند مرض السكري ففي حال تناول مريض السكري للبقدونس بكميات كبيرة يجب متابعة علامات انخفاض نسبة السكر ومراقبة النسبة بعناية إذ قد يقلل البقدونس من مستويات السكر في الدم أيضا احتباس السوائل فعند تناول البقدونس يزداد احتباس الماء بسبب زيادة تخزين السوديوم اللي هو الملح في الجسم أيضا ارتفاع ضغط الدم فيمكن أن يؤدي البقدونس إلى ارتفاع في ضغط الدم بسبب أيضا زيادة تخزين السوديوم في الجسم أيضا أمراض الكلى فيحتوي البقدونس على مواد كيميائية من الممكن أن تسوق حالة مريض الكلى بسببها رغم أنه بفيده لكن الاكثار منه يضره لهذا لا ينبغي على من يعاني من تلك الأمراض الاكثار من تناوله وفي حالة الجراحة يجب التوقف عن استخدام البقدونس بما لا يقل عن أسبوعين قبل موعد الجراحة وذلك لأنه يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يتداخل مع التحكم في نسبة السكر فيه أثناء وبعد العمليات الجراحية وأخيرا إن وضع زيت بذور البقدونس على الجلد يمكن أن يسبب حساسية تجاه أشعة الشمس كما يؤدي إلى طفاح جلدي نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة ومثل العالم ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوارا تفاعلكم وإثقاتكم بنا نرحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله